طرقت باب يوسف فسأل من اتطارق تلقائيا كنت سارد لكني تذكرت بانني لا املك اي صوت فطرقت الباب مجددا فعلم بانه انا قال لي عندما رآني كامل هل تريد شيئا ما اززت رأسي بمعنى انني اريد الخروج اذا اذا كانت هناك اي اشارة في الدنيا بهذا المعنى لم يفهم بالطبع دخلت ورفاتي واحضرت ورقة وقلم وكتبت له بانني اريد الخروج فوافق ذهبنا لمطعم قريب لنستمتع فيه ببعض شطائر الهامبورجر وجلسنا قليلا نرمو كالناس ايناس عاديون للغاية لا يوجد اي شيء يميزه لا اعرف لكني في ذلك المدينة اشعر بان كل هذا الهدوء هو ذلك الهدوء والذي يصبق العاصفة عندما خرجنا من المطعم واتجهنا الى الفندق مجددا كان ضباب خفيف متكونا في الطريق امامنا ضباب في الساعة الثامنة تقريبا لم نهتم واتجهنا الى غرفنا انتقيت واحد الكتب الموجودة معي في عقيبتي ودفنت نفسي في الكراءة لان الليل كان ما زال طويلا بعدما انتهيت منه ذهبت لأفتح النافذة قليلا لاجد عيني تقابل عائطا اسود انتظرت قليلا لأفكر ثم مددت يدي لاجدها دعانك لا شيء هل انا نائم؟ بعد قليل عرفت بان هذا الذي اراه امامي هو ضباب نعم ضباب شديد للغاية لدرجة انك لا ترى يدك امام عينيك وانت فيه انتظرت قليلا ثم ثم سمعت اصوات اشياء تتهطم وصمت ثم صمت كل شيء بعدها بالطبع لم انام هذا الذي حدث ليلة امس لم يكن سوى علامة لذلك الخطر والذي اخبرني والدي عنه لكنني لم افهم كان مجرد ضباب وصوت اشياء تتعطم نزلت الى الشارع واحد لاجد سيدة كبيرة السن تصرخ وتقول ابن ابنها ليلة امس قد اختفى استمر هذا السيناريو تقريبا لثلاثة ايام ثلاثة ايام من حوادث الاختفاء والضباب والذي يملأ تلك المدينة لكن بعد كل هذا كانت الحياة مازالت هادئة الى ان جاء ذلك اليوم والذي سمعنا فيه صوت صراخ غير ادمي في شوارع المدينة كنت امشي واحد قليلا في شوارع المدينة كعادتي منذ جئتي الى اون لاجد امامي عملاقا ضخما للغاية طوله يصل الى حوالي ثلاثة امطار باشع الخلقة كثيف الشعر يبدو انه قاتم من اسوأ كوابيسي تخطاني بقفزة يعلم الله وحده كيف قفزها ثم رقد انه هو محلات الطعام ليحطمها ويسرق منها ما يستطيع سرقته ثم ابتعد مجددا رقدت وراءه لاتبعه الناس يبدو عليها برود شديد وكأن شيئا لم يحدث عندما رآني يوسف وانا ارقد خلفه صرخ فيه طلب مني ان اتوقف لم اهتم له وظللت خلفه انه لا يرقد بل بل يقفز ناحية الغابة بعد لحظات من الرقد اختفى من امامي ظللت ارقد حتى شعرت برياح ساخنة اتي من خلفي نظرت للخلف فوجدته هو بشحمه ولحمه كان يقف امامي ينظر ليه نظرة خاوية من اعين مشوهة لم ارى مثلها من قبل نظرة خاوية شعرت من خلالها بانه متردد لا يعرف ماذا سيفعل ظللنا متجمدين في اماكننا لثوان مرت كورون ثم بعدها سمعت صوتا يدوي في عقلي يقول ليه بصوت واضع ليس الان رقد الاملاق عدى اختفى من امامي في طريق للعودة وجدت يوسف يبعث عني وعلى وجهه اعتى علامات الخوف والقلق عندما رأاني رقد نحوي صفعاني صفعة خفيفة على وجهه ثم قال الى اين ذهبت ايها المجنون كيف ترقد خلفه هكذا فنظرت له في صمت وابتسمت وبعدما عدت الى غرفتي جلست افكر هل هذا هو الشر والذي قال لي ابي ان اتي الى هنا لأعاربه شكله يوحي بانه اكثر انسان شرير على وجه الارض لكن لكن لماذا لا اشعر بانه كذلك وايضا لو كان شريرا لقتلني عندما كنت امامه لكنه لم يحرق جفنا عندما رأاني وايضا لماذا اشعر بانني رأيته من قبل لا اعرف يبدو انني سازل في تلك المدينة مدة لا بأس بها عندما ذهبت الى النوم بالطبع كان هناك فراغ كبير في البداية وبعد قليل وجدت هذا المسخ والذي رأيته اليوم ظهر لي فجأة ثم ثم قال اسمي ففزعت من نومي واستيقظت مظهورا انتظرته حتى انتزمت دقات قلبي ثم قمت لأشرب بعض المياه ذهبت بعدها لأفتح النافذة وكالعادة كل ما قابلني هو الضباب لا اعرف ما سبب كل هذا الضباب لكن شيئا سيئا كالعادة سيحدث الان بعد قليل حدث السيناريو المتكرر والذي يحدث كل يوم صراخ واشياء تتعطم هذه المرة لم استطع ان اكبع نفسي فرقدت نهاية الشارع لكنها لم تكن فكرة جيدة على الاطلاق فبالمعنى العرفي للكلمة لم استطع ان ارى يدي امام عيني وبعد قليل تصمرت في مكاني قليلا ثم ثم سمعت من يصرخ في عقلي ليس اذني يطلب مني ان اهرب زررت في مكاني كانت هناك اشياء غريبة تتحرق من حولي في الضباب لعنى الله من فعل بهذا وجعل عيني ترى لونين فقط ما زال هناك شيء ما يتحرق يتحرق خارج مجال الرؤية لكنني اشعر بعرقتي بعد ان ارتجابت في مكاني تعالز الاصوات تكاثرت الاصوات بجانبي وكأن الكثير من البشر يتهمسون في لحظة واحدة ثم فجأة وجدت امامي كيشا من الموت الاحياء نعم الموت الاحياء بدأ الخوف يداعب اوصالي انهم خوفي القديم منذ صغري دائما كنت اخشى ان اسطيقز لاجد كل العالم موت احياء ويطاردونني ظللت انظر لهم في خوف وهم يغتربون مني مشياتهم بطيئة لكنني اعرف انهم اتون من اجلي خوفي القديم يتحقق يبدو ان نهايتي ستكون هنا وعلى ايديهم اغمط عيني في سلام وانتظرت وفي اقل من الثانية وجدت من يعملني على كتفه ويقفز بعد قليل اعرفته اعرفته انه ذلك المسخ والذي رأيته منذ عدة ايام جلسنا قليلا بعيدا عن الضباب وانا وانا ما زلت اجمع شتات نفسي دوى صوته في عقلي قال لي بانجليزية سريمة لم اطلب منك الهرب فرددت عليه عن طريق عقلي لا اعرف لقد سمعت صراخا فرقدت مباشرة لا اعرف من الذي يعتم فتم حصاري بجيش كامل من الموت الاحياء فنظر لي وابتسم ثم دوى صوته في عقلي مجددا ويبدو ان طريقة حديثنا ستكون هكذا دائما عازنا اسمي كيلارك من عسن حصك انني كنت بجانبك في تلك اللعظة دخلت مرغما لانك تقريبا الوحيد الذي يستطيع ان يساعدني وساعدك وساعدك في ماذا النقدي على هذا الضباب اعتقدت ان هذا مفهوم بالنسبة لك ولماذا لماذا انا بالتعديد لقد لقد رأيت كل شيء انا داخل عقلك عقلك مفتوح لي ككيس من المكسرات ارتجفت من التعبير الشعيري جدا في الواقع ثم قلت له هل هل يصادف ان يكون لديك اي معلومات او او اي خطة لا انا لا استطيع ان ادخل مجددا وسط هذا الضباب ارى اشياء غريبة تجعلني ارتجف وايضا اشعر بان الضباب يحاول ان يجعلني اعمل معه شهور غريب ليس كذلك فابتسمت وقلت لنفسي اذا كان هو يرتجف هكذا ما الذي يمكن ان يكون بيدي لأفعله فقلت له حسنا سأجد سأسأل وارف ما الذي يحدث هنا فرد علي قائلا في الوقت الذي تكون مستعدا فيه اصرخ بأعلى صوت لك في عقلك فازست رأسي موافق ثم ثم طلبت منه ان يعيدني الى منزلي الايام القادمة ستكون مخيفة للغاية انا انا اشعر بهذا عندما عدت للغرفة كتبت ليوسف كل شيء عدد طلبت منه ان يسأل اهل تلك المنطقة عن هذا الضباب بعضهم اجاب وقال بان الارض تفقد حرارتها هنا بسرعة شديدة وتوجد ايضا رطوبة شديدة والبعض اجاب بهراء لم افهم منه اي شيء والبعض الثالث لم يكلف نفسه بالاجابة مجرد يرسم الصديف في الهواء ويرحل وبعد الكثير من هذا الهراء قال لي احدهم ان نسأل قصة الكنيسة فدخلنا الكنيسة انا ويوسف كانت اول مرة ارى كنيسة من الداخل بحثت عن القص فوجدته في العديقة يطعم الطيور عرفه يوسف بانفسنا وعرفنا هو بنفسه كان عجوزا للغاية بدأ في الحديث عن المذهب الانجلي فاستوقفه يوسف وسأله عن موضوع الضباب فرد عليه قائلا الضباب اسطورة قديمة للغاية لدينا قدم تلك المدينة نفسها تتحدث عن جيش من اهال الضباب جاءوا من اسفل كل مهمتهم ان يجعلوا كل سكان المدينة يصبحون مثلهم وطريقتهم المميزة في تحويل السكان هو ان يجعلوهم يواجه رعبهم الخاص فيستسلمون ويصبحون مثلهم فسأله يوسف وهل هل لديهم اي نقطة ضعف لرد عليه القصة قائلا صدقني يا ابني لا اعرف لقد استطعت ان اهرب منهم واخدعهم لكنهم ضعفاء للغاية امام الاجياء الدينية كالصليب مثلا فشكرنا القصة كثيرا ثم ثم خرجنا وعدنا للفندق بدون اي كلمة وبعدها ظللت عدة ايام افكر في نقطة ضعف لهم لم استطع الوصول لأي شيء كل يوم اسمع الصراخ بدون ان اتحرك لانه ليس لدي اي شيء في يدي لا افعله في النهاية لم تحتمل اعصابي اكثر من هذا طرقت باب يوسف وكتبت له بانه يجب ان نواجه هذا الضباب الان مهما كانت النتيجة السكان اعدادهم تتقلص يوما بعد يوم تسلحنا ببلطة وعصى غليظة قبل ان نذهب ثم تعرقنا وقبل ان نذهب صرخت في عقلي باقوى قوة ممكنة وفتحنا الباب ودخلنا وسط الضباب مجددا ثم ثم جاء كلارك سريعا ثم وقفنا ثلاثتنا كمثلث ظهورنا في ظهور بعض ارتجف يوسف قليلا عندما رأى كلارك لكنني اشرت له برأسي فهدأ بعد قليل بدأ الجاهيم لكل منه انا رأيت جيش الموت الاحياء امسكت بالبلطة وبدأت في الضرب فيهم كان يوسف يصرخ ويلوح بالعصى في الهواء وكلارك متسامل في مكانه والضباب يسحف على جسده كالصخر الذي ظهر على جسد التايتن عندما نظر برأس ميدوس المقطوع ماذا افعل جيوش الموت ما زالوا يأتون على الاقل انا وجهت خوف وقتلت ويوسف وكلارك تصمر في مكانهما ماذا افعل ثم فجأة جاءني الحل والذي كان غائبا عني منذ فترة بدأت اتلو ايات من القرآن بصوت عال في عقلي بالطبع وصرخت في عقل كلارك وامرته ان يتلو اي ايات يعرفها من الانجيل ويقف مكاني امسكت بيد يوسف وجعلته يقف مكان كلارك وقفت انا مكان يوسف المعذلة صحيحة الان يوسف كان يخشى من مسخ قصير القامة قوية البنية بشع الخلقة لديه ايدي تنين وارجل قرد ورأس تمساعه كان مخيف لكنني قتلته ثم ثم نظرت لكلارك فوجدته يقاطل ولم يعد متسمر ويوسف يقاطل نعم انا انا عبقري بعد ان انتهينا سمعت صرخة املاقة تردد صداها عبر الزمان والمكان ثم ثم اختفت ضباب تدريجيا ساقط قائدهم كالعادة كان مثل القائد السابق رمادي اللون ضخم الرأس والاعين وبلا انف او شفاه طوله حوالي متر ونصف نظر كانه يطلب مني بان ارحمه انتظرت قليلا لم اشعر بذلك الشخص المنسوس والذي كان يقترب من خلفي اقترب مني ثم ثم سمعت صوت تحطم فنظرت للخلف سريعا لاجد كلارك قد حطم رأسه فنظرت لذلك الكائن الراكع امامي في غضب ضرطه بالبلطة والتي كانت في يدي فصرخ مجددا وتحول الى رماد بعد ذلك عاد كل الاشخاص والذين خطفوا خلال الايام السابقة رائع لقد انتهى كل شيء هنا وأنا أنا الذي عندما رأيت جنود الرمال ظننت انني رأيت كل شيء لقد حصلت على كدمات في كل جسدي وصوتي ما زال مبحوحا لكنني ربعت على الاقل استطعت ان ارتقي للدرجة الثانية وهذا يعني انه ما زال امامي درجة اخرى حتى اصل للمعرفة النهائية لكل شيء عدث خلال تلك الاشهر السابقة والثمم بالطبع هو هو تلك الهروب والتي تم اقحامي فيها انوى بعد ان انتهينا كالعادة من تلك الاحتفالات ورفعي فوق الاعناق من قبل اشخاص لم اتعامل معهم طوال ذلك الشهر والذي انضيته هنا عرفت بالطبع بان جلارك لم يكن لم يكن سوى المندوب لهذا شعرت بانني رأيته من قبل بعد ان انتهى كل هذا اعطت لغرفتي وانا منهك للغاية نظرت ليوسف بالنظرة امتنان شديدة فاتسم ليه واغلقت باب الغرفة فبدأ الجحيم مجددا كنت احاول ان اقنع نفسي بالعدول عن النوم لو نمت الان ساكون قد انتهيت ولا اعرف ماذا ساخصر الان اضعت كل ضوء موجود في الغرفة ذهبت لاصنع لنفسي كوبا من الشاي اسنت رأسي على حائط المطبخ كنت منتظرا ذلك الكوب والذي سيجعلني مشتقظ لنصف ساعة على اقل تقدير اغمضت عيني قليلا فوجدت نفسي على وشك السقوط في بير النوم العميق والذي والذي اظن انني لن اخرج منه هذه المرة الا بخسائر فادحة سمعت صوت صفير انتهاء غليان المياه فتثأبت وصببته في الكوب اخذته وجلست على القريقة نظرت للحائط امامي امسكت الكوب في يدي تحسبا للتوارض حتى اشعر بعرارته واظل مستيقظا لكن هذا كله في النهاية لم ينفعني باي طريقة لقد لقد نمت وبدأ حلم الثاني للأسف في البداية كالعادة ظللت وراء احلاما عادية جدا وفي كل حلم احاول ان انقذ نفسي من النوم فلا استطيع بعد قليل وجدت شيطاني شيطاني الذي حتى الان لا اعرف من هو كان يبتسم ثم يرفع يده برقم اثنين وبعدها سقطت سقوطا طويلا جدا في الظلام وفي النهاية وجدت نفسه امام مستشفى كبير اللعنة سيكون هذا رائع للغاية كانت الشمس موجودة كاسطع ما يكون والسماء صفية تماما كنت دائما منذ صغري اخشى كل افلام الرعب والتي تحدث خلال فترة النهار لان الليل دائما هو مكان كل الرعب لكن فكرة ان اواجه اي شيء خلال فترة النهار هي الاقصر رعبا على الاطلاق لانه لا مجال للتشتيك في الذي يحدث امامك كانت بوابة المستشفى مفتوحة على مصرعية المستشفى تتقدم نحوي وليس العكس عبرت البوابة فاغلقت الابواب تلقائيا كالعادة لم اجغل نفسه بكل استخافات والتي تحدث عندما تغلق الابواب من تلقاء نفسه فقط نظرت نظرة عابرة ثم عدت مجددا انظر المستشفى فوجدت امامي سيدة جميلة قالت لي اتبعني فتبعتها ودخلنا المستشفى كانت واسعة ومليئة بالهجرات التي يطل من نوافذها اشخاص عرفوا معنى الجنون المجرد الجنون الخام الات من اشخاص خلقوا من اجل الجنون مثل ادجر الامبو ومار الدموية كان لا يوجد اي ممرات بعد قليل وصلنا لنهاية الممر والذي كنا نمشي فيه انا وتلك المرأة غرفة بابها املاق نسبيا مطبوع عليه مثلث بشكله مميز شعرت بعدم ارتياع لانني تذكرت كلام والدي عن المثلث طرقت باب الغرفة ثم دخلت غرفة واسعة للغاية كل شيء فيها متناسق لدرجة تثير رغيس ابيض واسود في كل مكان بتناسق غريب وبها مكتب كبير كان يجلس خلفه الاد اعداء ذلك الشخص والذي يأتي في اعلامه ويرتدي بذلة كاملة وخلفه نافذة لونها داكن على الارجع لان الشمس اصطع ما يكون الان ومن المستحيل ان تكون اظلمت بتلك السرعة حتى ولو كنا نحل ارتجفت قليلا ظللت انظر له فابتسم واشار الى المقعد المقابل للمكتب فجلست وبصوت غريب لم تصدقه ما لم تسمعه كيف حالك يا كامل كنت انتظر هذا اليوم الذي اتحدث فيه معك هكذا وجه بالمناسبة بالمناسبة يمكنك استخدام صوتك هنا كالسابق شعرت بالخوف كطفل ينطق كلمته الاولى فقلت اه حسنا من انت فعدل من ربط عنقي قائلا انا 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 اسود كوابيسك اشر رغباتك اسود مخاوفك انا بلا فخر النسخة الشريرة منك انت فنظرت فنظرت له في غيبها قائلا انا انا لا افهم شيء لا يهم كلما اريد منك انت فهمه انني هنا موجود في عياتك من اجل هدفين الانتقام منك من اجل الانتقام من والدك وقتلك واعتقد انني لو نفذت هدف الاول سينفذ هدف الثاني تلقيا ظللت انظر له ولا اعرف ماذا اقول فنائض من مكاني وفتع الباب واشار الي بين اتباعه ثم قال حسنا والان سنلعب لعبة صغيرة اللعبة اسمها الهروب من هنا قواعد اللعبة هي ان تحاول ان تهرب من هنا حتى لا تظل هنا للابد ابدا فنظرت له بكل استخفاف ثم مشيت في ذلك الممر والذي جئت منه وخرجت من الباب فوجدت البوابة امامي لكنها مغلقة حاولت ان افتحها فلم تستجب ماذا افعل نظرت في الحضيق الموجود على جانبي الطريق فوجدت سلام اخذته ووضعته على الصور ثم عدلت من نظراتي قبل ان تسقط وصعد نظرت للنهاية الاخرى فوجدته سلام مرفوع على الصور فابتسمت واستخدمته ونزلت ثم عدلت من نفسي نظرت فوجدت نفسي امام المستشفى مجددا حاولت تلك التقنية عدة مرات لكن في كل مرة اجد نفسي اعودت من نفس المكان والذي بدأت منه رقبت بكل سرعاتي ناحية اليمين فوجدت نفسي اعود من اليسار لاجد المستشفى امامي رقبت ناحية اليسار لاتي من ناحية اليمين والمستشفى ايضا امامي هذا هذا رائع اظهرت انظر قليلا حتى اجد حال لكل هذا الجنون والذي انا فيه لم اشعر بهذا الاملاق والذي باغت ني من خلفي كلما شعرت به في تلك اللحظة وقبض املاقة تعانقني من جانب الايمن جعلتني اطير اربعة امطار على الاقل شرخ بسيط ظهر في زجاج النظارة عدلتها وقمت انا اشعر بدوار عنيف لم اشعر به من قبل ثم ركضت ناحية المستشفى لقد كان بطيئا للغاية لهذا اعطاني بعض الوقت عندما دخلت وجدت وجدت نصف الاخر يقف امامي اختفت دوار سريعا ثم تأهدت في وقفتي عندما قال لي لقد احضرت لك مفاجأة صغيرة انظر حولك واخبرني ماذا ترى ثم اكمل قائلا حسنا قبل ان تنظر انصحك بان تفكر سريعا لان حيوان الاليف لن ينتظرك كثيرا فنظرت الى الخلف فوجدت ذلك الاملاق يقف خارج المستشفى اللعنة لقد لقد نسيته تماما مع ان جانبي ما زال يقلمني سيداتي سادتي معكم كامل بطل ذلك الكابوس والذي لن ينجو منه احد ان الان في اكبر مأزق وقعت فيه طوال حياتي على يميني طرون اخر شخص اتمنى ان يكون هنا يارى حبيبات الاولى والاخيرة كانت كانت مقيدة بطريقة قدمين الى يدين كانت تتحرك الامام والخلف كمرضى التوحد كانت تردد كلمة واحدة فقط كامل 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 كانت عينها تنزل للفراغ على يساره طرون صديق عمر الوعيد والذي لم استطيع ان اجد مثله في هذا العالم هشام هل تتذكرونه كان عائل الجسد مغطى بالجراح مقيدا الى الحائط بجنزير حديد كان ينظر الي في ضعف اما امامي طرون اذا املتم رأسكم اليمين قليلا ملاك الحارس يوسف صديق والدي كانت فاقدا للوعي كل جسده مقيد باستثناء رأسه فاكمل نصف الاخر كلامه قائلا امامك اختياران تختار عادهم ليموت عالا او تحاول انطهر بابر الممرات وملحوظها صغيرة اذا دخلت تلك الممرات لن تعرف من سيموت منهم عندما انتهى من كلامه ابتسم ثم اختفى وفي تلك اللحظة والتي اختفى فيها سمعت صوت اقدام هذا الاملاق اللعنة اعطني الثانية افكر فيها انه انه يقترب ماذا افعل ماذا بيده الافعله بضع خطوات اخرى وسيكون خلف حسنا ساوغامر ساوغامر بان ارقد عبر تلك الممرات والتي ظهرت من العدم هل هل كان يمزح معي اول ممر دخلته عبارة عن ممرات متداخلة كررت ان اكمل واعتمد على حظ حظ السيء للغاية في الواقع ثم ثم اكملت وبالطبع بعد ثالث ممر لم اعد اعرف اين انا لكن العين لم يكن يفارقني كانه يعرف ما هي الممرات التي ساخترها انه انه خلفي مباشرة اكاد اشعر بانفازه الخبيثة ويديه يديه عندما تحاول ان تمسك به فتفشل والعجيب انني لم ارى واجهه حتى الان اخر ممر دخلت فيه وجدت امامي يوسف لم استطر ان توقف ظللت ارقد وعبرته على امل ضعيف ان يتركه ويظل يتبعني ظللت ارقد عدة انطار لكنه لكنه توقف للأسف توقف ان يوسف هادئ للغاية وينظر له هو هو بشع الخلق قلعد يملك جسد دب وواجه حرباء ظل يوسف ينظر له ويبادله النظرات بعد ذلك نظر لي وابتسم وقال لقد لقد حققت لي امنياتي الوحيدة بان اموت ميتة مشرفة ثم نظر له وابتسم في سخرية فوجدت ذلك الكائن يلعق شفتيه بلسانه في تلذ ثم امسك برقبة يوسف ولواها للخلف كأنه كانه يفتح زجاجة مياه غازية لقد صعقت في مكاني كان يتسم ويزيل رأسه ويتلذث بدمائه لم اشعر بنفسي عندما تحرقت قدمي في سرعة والدموع تبالي الواجه ما زلت ارقد لكن تلك المرة كنت ارقد اصرع بعد قليل وجدت نفسي امام الباب والذي بدأت امامه العلم دخلته سريعا وجدته يجلس في ادوه وكأنه ينتظرني نظرت له وانا ابكي ثم نظرت لذلك النافذة خلفه كررته كررت ان اجرب حظي رقدت نحوه وهو ما زال يحتفظ بهدوئه ثم ثم تخطيته وقفزت عبر النافذة اخر صوت زمعته هو صوت تحطم النافذة ممتزجا بصوت غضبه هو ثم ثم فراغ عميق للغاية سقط فيه كالذي بدأت فيه حلمي بعدها بعدها استيقصت لاجد كوب الشاي ما زال ساخنا كما اعددته وكل شيء حولي كما هو والساعة لم تتغير سوى بضع دقائق ألقيت بالكوب ثم ركضت بصعوبة نحية غرفة يوسف وطرقت الباب بعمف لا احد لا احد يجيب فأعدت سريعا لأحضر نسخة المفاتيح والتي اعطاها لي فتحت بها الباب لاجد لاجد رمضان رمضان يملأ الغرفة ويغطي العائر والسرير وكل شيء وبين كل هذا الرماض وجدت شيئا بارزا شريط فيديو لقد كان على وشك ان يأتي ليعطيني هذا الشريط قبل ان يقتل فأخذته ثم ازلت عنه الرماض والذي الذي لا اصدق انه رماض يوسف ثم عدت لغرفتي كل ما بداخلي هو الغضب والألم وقفت امام مرآه وعريت عن جانبي لاجد اجد بقعة كبيرة زرقاء تغطي معظم جانبي ان هذا هذا رائع بالفعل شغلت شريط الفيديو والذي اخذتهم منذ قليل في البداية فراق العادة ثم ثم ظهر ابي كان يبدو العزم والقوة عليه ولأول مرة منذ رأيته قبل حوالي ثلاثة أشهر ثم بدأ كلامه قائلا اسمعني جيدا يا بني لأن معركتك على وشك البداية هذه تقريبا آخر رسالة ستراها مني فلذلك اسمعني جيدا لأن تلك المعلومات والتي سأقولها الآن ستوجب على كل تساؤلاتك بدأ الموضوع بالتحديد عندما كنت أنت في حوالي السابعة من عمرك أي منذ عام 1997 ذهبنا أنا وأمك في رحلة وكنا كما قلت لك سابقا على سفينة في المحيط الهادئ كانت الرحلة مستقرة تماما حتى حتى تم خطفنا ثم ظهر الفعال الشديد على وجه والدي ليقمر قائلا لا أعرف بالضبط ماذا حدث عندها لكن وجدنا أنفسنا نقف في مكاننا والسفينة تغوص في مكان أسفل جاف للغاية وعندما استوعبنا ماذا حدث عرفنا سبب كل شيء يحدث ذاك الآن الرماديون صدقني عندما أخبرك أنهم كانوا موجودين هنا منذ فترة طويلة للغاية أعتقد أنها تعود إلى بداية الحضارة التكنولوجية للبشر يعيشون دحت الأرض وعاشوا دائما على خطف البشر وإجراء التجارب عليهم حتى عرفوا كل نقاط القوة والضعف للجسد البشري استخدموا أيضا البشر في تجاربهم الخاصة بالسحر حتى صاروا الأفضل في مجال السحر على الإطلاق كانت لديهم قوة تكنولوجية هائلة لكن لسبب ما لم يستخدموها سوى في الأبعاث والتجارب إنهم ينقصمون إلى جزئين الرماديون طوال القامة هم القاضى في أي جيش أو أي قاعدة أساسية لهم وهم يكونون دائما الأطول والأذكى واختيارهم يتم عن طريق جيناد منتخبة وكل قاعد منهم لديه قوة تميزه عن الآخر أما الجذء الثاني الرماديون قصار القامة دائما ما يشبهون الزواحف هم يمثلون الجيش والأمال ودائما يتم السيطرة عليهم عن طريق العقل حتى لا يحدث لهم أي حالة من الخوف أو التمرض وبالطبع لديهم مشاعر مثلنا لكنهم استطاعوا إلغاء أي مشاعر تضعفهم وطوروا من أنفسهم والتي تجعلهم أقوى إن التواصل بينهم يكون عن طريق التخاطر أكسادهم طويلة ورفيعة للغاية على الرغم من ذلك هم أقوياء ويملكون رأسا عملاقا للغاية ليس لديهم أي شفاه أو أنف باختصار يشبهون الكائن الفضائي والذي يأتي في أي فيلم أجنبي يسخرون التكنولوجيا الخاصة بهم من أجل التقافر مرة مع أنثى بشرية مرة أخرى مع أنثى ثوبان دائما ما يختارون الحيوانات القوية أو الخبيثة حتى يتقاثروا معها نظام حكمهم يعتمد على المثلث أي منطقة لهم في أي مكان يجب أن يكون لها ثلاثة قاضة الثلاثة يكملون بعضهم البعض لكن نقطة ضعفهم أنه لو تمت مهاجمة أي جزء من المثلث تنهار بقية الأضلاع صدقني يا أبني هم السبب في أي مشكلة غير طبيعية تحدث في العالم هم السبب في حادثة روزويل والقضاء على أطلانتس هم يسيطرون على المنطقة 51 وبالطبع مثلث برموضة من أهم القواعد التي يملكونها لديهم دائما قاعدة تحت كل مقبرة كبيرة موجودة في أي مكان ليصطادوا أي جثث تأتي لهم تقريباً مصدرهم الأساسي في كل شيء هو أجساد البشر سواء كان للطعام أو الأبحاث أو تجارب السحر أي أنهم يصلون للبشر سواء أحياء أم أموت ثم عاد صوت أبي إلى قوته وهو يكمل قائلاً نعود لجزء الاختطاف والذي حدث لنا قصمونا إلى مجموعات جعلوا كل مجموعة تدخل ممراً مؤيناً وبصعوبة بالغة للغاية استطعنا الهرب أنا وأمك لأن المجموعة التي كنا فيها لم يكن عليها أي تحراسة على الإطلاق وجدنا أنفسنا في متاهة غريبة وكبيرة للغاية وبالصدفة البحثة ولسوء حظنا دخلنا غرفة مليئة بالمفاتيح دمرنا وضغطنا كل الأزرار تقريباً وعربنا ومن خلال تلك المتاهات لن نستطع أن نعود لسفينة عرفنا أننا ضغطنا زراً للتدمير الذاتي تم تدمير المكان تماماً وحدث انفجار كبير في المحيط الهادئ أظن أن العلماء فشلوا في تحديد سبب هذا الانفجار رقضنا لأميال وخرجنا من كهف في جمهورية تدعى ناوره ومن أولاك استطعنا أن نعود لمصر ثم بدأ الجحيم بدأت أشياء غريبة في الظهور جنود منهم يهاجمون ثعابين عقارب فئران لم تقدر أمك على تحمل كل هذا فانتحرت وكنت أنا على واشك أن أنتحر أنا أيضاً لكنني لكنني هاجمتهم مجدداً في أماكن جيوشهم استطعت معرفتها من قائد منهم بعدما استطعت أسرع بصعوبة بالغة سلمت لهم نفسي بعد أن فشلت في تدميرهم ثم هربت منهم مجدداً أنا أعلم أنهم قادمون أعتقد أن هذه آخر رسالة ستراها مني القائد عزم على تدميرك وتدميري إنه يدعى إلياس ثم ختم أبي رسالته قائلاً أتمنى أن تستطيع أن تقوم لأنه من الآن ستبدأ مرحلة جديدة لا تمت بأي صلة لكل الذي مضى آخر مكان ستذهب إليه هو جزيرة صغيرة بجانب إيطاليا تضعى تسيرس وستكون هذه آخر رحلة أحبك يا كامل الرماديون لا أنا لقد قرأت عنهم من قبل قلت لنفسي أن كاتب تلك الأمور هو أحمق وموهوم يبدو أنه خرج للتوى من مستشفى الأمراض العطلية ولديه شهادة معاملة أطفال لكن لكن للحظة لو فكرت وقلت ما هو الشيء الطبيعي في حياتي الآن ليجعلني لا أصدق أمرهم لا أعلم ولكن لماذا لا؟ بالنسبة للوصف الذي وصفه أبي منذ قليل أنا رأيت نفس ذلك الوصف عندما انتقلت إلى أعلمهم لا أعلم لقد زاد الأمر تعقيداً وأنا أشعر أن النهاية على واشك أن تكتب بعدها رحلت رحلت تاريكاً خلف ذكريات سوداء ورماط صديق ومدينة خالية من الاحتلال نفس تفاصيل الرحلة السابقة بالضبط لكن الاختلاف الوحيد هو أن يوسف يوسف ليس معي ليساعدني في أي شيء 12 ساعة من الملل المتواصل في الهواء سألت نفسي ذات يوم لو لم يترك لي أبي ثروة قبل أن يختفي ما الذي كنت سأفعله إذا حدثت نفس الأشياء مجدداً واضطررت للسفر إلى كل تلك البلاد وصلت بعد 12 ساعة من العناء المتواصل ومن المطار أخذت سيارة لتوصلني إلى أقرب ميناء لأذهب لتلك الجزيرة التي تدعى تسيرز والتي تعتبر أصغر جزيرة تابعة لإيطاليا وبعد مشوار وعناة طويل للغاية وصلت لتلك الجزيرة كان الصغيرة لا تتعدى مساحة قرية من كرة مصر كل ما يميزها أن نصفها ملي بالأشجار والنصف الثاني به منازل فخمة لغاية عندما وصلت لم أجد أي أثر للبشر كل ما وجدته هو الكثير من الحيوانات الضارية فقط حيوانات ضارية تملأ شوارع تلك المدينة الصغيرة أسود وذئاب وخنازير برية وحيوانات كثيرة أخرى ثم حدث شيء غريب عندما رأوني لقد لقد أجبره على الابتعاد لم يبتعدوا من دلقاء نفسهم شعرته بأن شيء يجرهم جرا ليجبرهم على الابتعاد والاختفاء داخل الغابات وعندما اختفوا تماما حدث شيء أغرب لقد لقد خرج الناس من بيوتهم مهللين وكأنني أنا البطل المغوار والذي خلصهم من عذاب لأزمهم طويلا والأغرب والأغرب هو أن الناس الذين خرجوا من بيوتهم معظمهم نساء والذين حملوني على أعناقهم كانوا رجلين فقط رجلين من أصل خمسة رجال يبدو عليهم الشقاء والعزن شيء ما سيء يحدث هنا بعد كل هذا الهراء والذي يحدث والذي ما زلت لا أصدق أي شيء فيه طلبت إحدى السيدات أن أقيم عندها لليلة لحين أن أغادر كانت كانت ساحرة بالمعنى الحرفي للكلمة جميلة للغاية من طراز السيدات واللاقي يجعلون الرجال ضمية بين أيديهم كانت تسكن في أطخم منزل في تلك المدينة دخلنا المنزل كان كبير للغاية وراء من الداخل مليء بالتحف والتماثيل الغريبة أردتني يا أورفتي بعد قليل ندتني حتى أتناول طعام الافطار كان الطعام بسيطا عبارة عن المكارونة وكرات اللحم بالطبع قبل أن أكل ظللت أنظر للحم في توجس فقرأتني وقالت بالإنجليزية جيدة نوعا ما أنه لحم بكر فاطماننت وبعد الأكل أعطتني كوبة من العصير والذي لم أدري ما أكون هو لكن أعجبني طعمه للغاية ثم ذهبت للنوم كان رجاوه أروع ما يكون فتحت عيني في استرخاب لأجد نفسي في غرفتي الألوان رائعة وجميلة كأفضل ما يكون رؤيته تشوشت قليلا عيناي ألمتان للغاية كأنني لم أرى الألوان منذ مدة وضعت النظارة على عيني وتثأبت كامل كامل استيقظ لقد نمت كثيرا للغاية وأنا قد اشتاقت إليك لقد لقد كان صوت طيارة يدوي في المطبخ كأروع موسيقى سمعتها طوال عياتي نعط من سريري في كسل ثم ذهبت للمطبخ لأجد لأجد سيدة الأولى مجغولة بتقطيع شيئ ما أمسكت بشعرها وضعته على كدفها قبلتها على رقبتها وقلت لها صباح الخير يا طفلات الجميلة فاتسمت وقالت لي في رقة فالتكف عن العبث صباح الخير يا حبيبي ما سر استيقاظك مبكرنا اليوم الإفطار ثم سنذهب للمشي قليلا بالخارج الجو رائع اليوم أه حسن سأنتظرك بالخارج وجلست على مقاضي المفضل ثم أغمطت عيني لاستمت باللحظة هذه فجأني هاجس بأن شيء ما ليس على ما يروم فعتبت نفسي على أنها لا تريد أن تفرع بذلك الواقع الجميل والذي حلمت به منذ فترة طويلة ثم اختفى هذا الهاجس بعد قليل جاء الإفطار ففوقته وكأنني لم أذق أي طعام منذ فترة عندما انتهينا غيرنا ملابسنا وذهبنا لنتمشى قليلا كما اتفقنا عندما فتحنا الباب كل ما رأته عيني هو اللون الأخضر أرض زراعية طويلة للغاية يبدو أنها تمتد للأبد والشمس أروع ما يكون كأنها آتية من لوحات كولود مونيه هل أنا في الجنة أم ماذا؟ لغطى النقط يدانا ظللنا نمشي ونتحدث ونطحق حتى وقعنا أرضا وبعد فترة من الوقت وجدته وجدته هشام ومونة قادمين نحوانا وابتسامة واساع اللغاية مرسومة على وجهههم ابتسامة ذكرتني بتلك الابتسامة المزيفة والتي كانت تأتي في الإعلانات ابتسامة كانت تثير خوفي دائما حتى يارى عندما أحضرت الإفطار كانت تبتسم تلك الابتسامة وعينيها مسلطة علي وكأنها تريد أن تخبرني شيئا اطنعت نفسي بأن كل هذه التساؤلات والتي بداخلي مصدرها أنني لم أستطع يوما أن أفرح لذلك تجاهلت تلك المخاوف حياتي أصبحت كما تمنيت تماما منزلي طل على حضيقة واسعة أقطم فيه أنا ويرى ويكون هشام وزوجته قاطنين بجانبنا إن هذا رائع لا أتمنى شيئا غير هذا ولو كان هذا حلما أريد أن أظل نائما للأبد كان الجو رائعا للغاية فتحت عيني لأجد نفسي في ورفتي تساءدت في طراخي فسمعت صوت طيارة تناديني لأن الإفطار على وشك أن ينتهي دخلت المطبخ في كسر ثم أمشكت بشعرها وضعته على كتفها ثم ثم قبلتها على عنقها فاتزمت لا أعرف لكن أظن أن هذا اليوم بكل تفاصيل عدث من قبل خرقت من المطبخ جلست على المقاض المفضل بعد قليل وجدتها قضمة نحوي وعلى وجهها اتسامة واسعة للغاية تشبه تلك الاتسامة المزيفة والتي تأتي في الإعلانات بعد أن انتهينا من الإفطار نزلنا لنتمشى قليلا تحدثنا وضحقنا حتى سقطنا أرضا بعد فترة جاء هشام ومونة يتسمان تلك الاتسامة المزيفة والتي رأيتوها على وجه يارا منذ قليل اللعنة كأننا مازلنا يوم أمس ولم أستيقظ من النوم هذا الصباح بعد هذا أصبح كل شيء يتكرر كل يوم بحذافيره والغريب أنني أتحرك بآلية تم لأفعل كل شيء اعتدت أن أفعله اليوم يتكرر كأنني أعيش في فيلم تتم أعادته كل يوم دون أي تغيير كل يوم أرى يارا بابتسامتها المزيفة وعينيها التي ستنطق لتخبرني شيء ما لكنها لا تستطيع حتى أنني في أحد تلك الأيام سألتها وقلت يارا إذا كان لديك ما تريدين قوله ولا تستطيعين قومي بأية إشارة لأفهم على الأقل ماذا هناك فحرقت يديها وحرقت رأسها كأنها كانت منتظرة تلك اللحظة والتي سأقول لها هذه الجملة شيء ما غريب يحدث هنا ولا أعرف ما هو لكن يجب يجب أن أعرفه أول هلم منذ فترة لقد كنت في حالة بائسة زجاج نظاراتي مكسور ومتهالك ومصام بشدة ولسبب ما كنت أرى حياتي بلولين فقط كنت أحارب جائنات شكلها مرهب كان الجو حار جدا العرق يملأ جسدي لعابي جاف للغاية وكانه تم تكفيفه بعناية أثناء نومي استيقظت من النوم في هذا اليوم الغريب والذي كسر كل مالا وروتين الأيام السابقة الإضاءة نارية كل شيء مدهون بلون زهرة النار البرتقالية ناديت على يارا بصوت عال فلم ترد بحثت عنها في أرجاع المنزل فلم أستطع أن أجده ضوضاء عالية آتية من الخارج فخرقت من المنزل لأجده لأجد أن إيران تأكل في كل ما في الأرض التي أمامي عدت لداخل المنزل فوجدت المنزل نفسه قد اشتعل وأيضا كانت تمطر لكنها لم تمطر مياها بل كانت تمطر شهبا كرات نارية عملاقة طهبت من السماء تعاني كل ما يوجد أمامها على الأرض الضوضاء تزداد بقوة التفت حولي وصرقت أنادي على يارا فلم ترد ظللت أدور حول نفسي وأنا أحاول أن أحتمي من النيران وجدته الشام ومونة يقفان في مكان لم تصل إليه النيران حتى الآن راقدت نحوهما وأنا أحاول بقدر الإمكان أن أصل إليهما وعندما اقتربت منهما نظر ليه شام مبتسما هذا هذا هو صديقي الذي أعرفه قال لي بأعلى صوت لديه لقد حررتنا ثم أمسك بيد دمنا ورفع رأسيهما لأعلى وأغمض عيونهما ثم ثم هابطت عليهما من السماء كرة نيران عملاقة لتعانقهما ويتحول إلى رماد توقفت أنظر إليهما للحظات ثم لسعتني النيران فأعطت أعتمي بالمنزل عندما دخلت وجدت يارى بالداخل كانت مختبئة وهي تبكي راقدت نحوها واحتضنتها فقالت كل هذا الذي يحدث الآن هو بسبب أنك حررتنا مجرد الشك في الواقع الذي كنت تعيشه منذ أيام وتأكدك من أن هناك شيء خاطئ أخرجنا مما كنا فيه فترة طويلة للغاية كنا نشعر بأن هناك من يتحكم بنا ويجعلنا نفعل كل ما يريده باستمرار كل يوم من أجل أن تظل في حلم دائم حتى تموت شعور سيء للغاية وأنت تشعر بأن هناك من يتحكم بك كالدمي الخشبي وأنت لا تقدر على المقاومة لكن عندما شعرت بالشك حدث كل هذا الحلم كله تحت سيطرتك أنت أنت الوحيد القادر على السيطرة على كل شيء الآن تلك المدينة والتي ذهدت إليها كان يسيطر عليها جيش من الساحرات الجيش الأول للرماضيين إنهم لن يخاطروا بأن يخسروا جيشهم الأول من الساحرات لذلك اضطروا أن يسجنوك في حلم دائم لديهم القدرة على أن يقتلوك لكنهم قرروا أن يتركوك أطول فترة ممكنة لتتعذب وتعاني لأن أباك جعلهم يخسرون الكثير لذلك فهم يريدون الانتقام بأي طريقة ممكنة ثم أتبعت كلامها بألم قائلة كانت أمنياتي أن أراك مجددا وقد تحققت فلتعلم أنني أحبك وأنني أدعو الله كل ليلة أن يبقيك من أجلي ثم ابتسمت وأغمضت عينيها وكل الذي حدث بعدها حدث بالتصوير البطيء للغاية فتحة كبيرة في صقف المنزل قد تكشفت هبط منها ببطء شديد كرة من النيران قاصدة يارا 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 سبب الوحيد للحياة كانت النيران تقترب منها ببطء وأنا أنا أغمضت عيني وصرقت قائلا يارا لا لا حاولت أن أحميها فتوقف كل شيء وكأن المشهد قد تجمد الشهاد توقف على بعد سنتيمترات من يارا وأنا وأنا أقف أمامه أشعر بلفح النيران ابتسمت ليارا ثم قلت لنفسي أسحى أسحى وفتحت عيني للأسف كان الهواء شديد للغاية الرؤية عادت كالصابق أبيض وأسود المكان حولي خالم تماما لا أعرف أين أنا كل الذي رأيته أمامي المندوب ويبدو أنه في أسعد حالاتي قال لي حسنا يا كامل أنت الآن على وشك بدء معرقتك الأولى والأخيرة المعارك السابقة كانت مجرد تمهيد بسيط لما سيحدث الآن لو هزمت أفوز أنا لأن المؤسسة تريد شخصا من عائلتك من أجل أن يعود التوازن لو انتصرت أفوز أنا لأن مهمتي تكون قد انتهت سأكون موجودا كالعادة لكن في هذه المرة لم أقدر على مساعدتك ثم اتسم لي في ود وقال صدقني لم ولن أجد من هو في قوتك لو تمنيت أن أتزوج ويكون لي ولد سأتمنى أن يكون عند وكما قلت لك سابقا إذا انتصرت أنا أفوز وإذا خسرت أنا أفوز أيضا بالتغفيق ثم اختفى من أمامي مشيت قليلا أن قائدك يحتاجني حيا فبكل هدوء أخبره بأنني أنتظره لا يوجد وقت أضيعه مع الجنود أمثالك لكن صدقني لو أطيحت للفرصة سأقتلك بطريقة لم تكتف في تاريخك ثم لحظات وآتى أمامي وابتسم بنفس تلك البذلة والتي لم أعرف لونها حتى الآن لكنها سوداء بالتأكيد ثم أشار إلي لأمشي بجانبه فسألته عن اسمه فقال إلياس يمكنك أن تدعوني إلياس تعال معي إلى أين الزمن سنمشي عبر الزمن قالها وكأنه يمشي عبر الزمن كل يوم مشى بجانبي كأننا صديقين حميمين ثم دخلنا إلى مكان غريب مظلم أو هكذا رأيته صحراء واسعة للغاية دققت النظر لأجد بقعة ضوء صغيرة بدأت في الاتساع ثم أخذت في الاتساع حتى أصبعت في حاج متالي كبير نسبيا عندما نظرت بداخلها فهمت لقد لقد كانت فتحة بين علمين آزئي كانت بداية مجيئنا إلى كوكبكم لقد ضمر العالم الخاص بنا من قثرة العروب بين العشائر الثلاثة فكان يجب أن تكون لدينا اليد العليا كما كنا منذ عدة قرون أرضية جهازنا أنفسنا للانتقال بالجيوش وكل قواتنا لقد هجمتنا العشائر الأخرى وأصابت طلقة عشعة جهاز الانتقال فلم ننتقل إلى كوكب آخر غير كوكبنا لقد انتقلنا إلى بعد آخر وكوكب آخر فوجدنا أنفسنا هنا على كوكب الأرض ثم انتقلنا لوقت آخر كانت فيه الجيوش تجاهز من نفسها لكن كان هناك شيء مخط لقد كانت أسلحتهم ميتة تماما ولا تريد الإطلاق فنظر لي وأكمل كلامه قائلا ونتيجة لانتقالنا لبعد آخر توقفت معظم الأجهزة والتي معنا عن العمل ففكر جد الأخبر والذي كان عبقريا للغاية في المكان المناسب للتمركز فيه فاختار أن نصنع القائد الأولى لنا تحت الأرض حتى نستغل كل شيء موجود فيه ونقدر على تسخير كل شيء في صالحنا نحن من معادن ونباتات وحيوانات واحدت الجوثة البشرية والتي تركوناها في تلك الحفر المظلمة والتي هي أفضل مصدر لنا منكم ثم انتقلنا لمكان آخر ورأيته أحد تلك الكائنات يمسك بآلة كبيرة نسبيا وضعها على الرمال وتحرقت لأسفل واختفت ثم تكونت درجات لأسفل نصرته لأجد أكبر مدينة رأيتها في حياتي موجودة أسفل الرمال لقد انتقلنا لعدة أماكن وأزمنة رأيت فيها التجارب والتي يقوم بها الرماديون على البشر واستخدامهم للسحر ومحاولتهم لإتقان كل الأسلحة الخاصة بكوكب الأرض من الخنجر حتى الأسلحة النارية فنظر لي ثانية وأكمل كلامه قائلا تعلمنا علمكم فيما يقل عن عام كل علمكم أصبع في ذاكرتنا في أقل من عام أسلحتكم أصبعنا سيادا فيها وأصبعنا آلها في عدة مدن لقد كانوا يقدمون لنا قرابين بشرية ابتخاء لمبارقتنا وحماياتنا لهم وذلك ساعد على نشر قيوشنا في كل مكان في العالم وأهمهم كان جيش الساعرات والذي كانت تقوده الأنثى الوعيدة والتي ناجد من عالمنا ثم بعد ذلك مرنا بعدة مشاهد توضح كيف أن البشر كانوا يقفون لتصد لهم ننتصر أحيانا ونوزم أحيانا وفي أماكن غريبة للغاية مثلا كانوا يتقاطلون في وسط المياه أو في وسط الفضاء وكل مرة يقاتل فيها إلياس ينتصر يضع يديه على رأس خصبه ليسحب طاقته ثم تقبر يداه أخثر فأخثر يبدو أنه يكتسب طاقة كبيرة للغاية من قتله وبالفعل في كل مرة أراه أجد يديه ضخمتين للغاية ثم أكمل كلامه في حدة لقد كنا بالفعل نجاهز لعرب عالمية أخرى في بداية القرن الجديد حتى نحكم كوكبكم المليئ بالموارد المفيدة لنا لكن جاء شخص أحمق ضمر لنا قاعدتنا الأساسية والتي كانت معورا لكل خطتنا وقواتنا عشر سنوات عشر سنوات ونحن نصلح في تلك القائدة عشر سنوات قضت تماما على كل مخططاتنا بعد ذلك جاء المشهد على منزلنا تصارع ضربات قلبي كان أبي يقف متحفزا يمسك في يدي أحد أسلحة الرماضيين بطل شجاع لا يهمه أي شيء في العالم لقد صد لهم وقتل الكثير منهم لكن الأوغاد هاجموه من الخلف تكالبوا عليه ثم دخل المكان شيطان الخاص إلياس أزاح الكفازات عن يديه ووضعها على جبهته وأبي أبي ينزل له مرفوع الرأس وبشجاع لا مثيل له عندما وضع يديه على رأسه تحول أبي إلى ممياء عفنة متأكلة وكالعادة سحب طاقته وازداد قوة فرقل الممياء فتحولت لرماض بعد ذلك دخلنا مكانا مليئا برماضيين كسار القم يبدو مدينة واسعة للغاية فنظر لي وقال عسنا أعتقد أنك عرفت القصة كاملة لم يعد هناك أي أعذار فلتستسلم لمصيرك ولتموت بهدوء كانت الدموع تتصاقط من أعيني في صمت فقال لي عسنا لا تبكي الآن هذا قدرك من قبل أن تولد فمسحت دموعي ثم جاءتني فكرة مجنونة عندما ذهب ليختار سلاحا ما ليلغ بقتلي على حسب كلماتي أثناء مرور المشاهد أمامي وجدت أكثر من مرة بشريا واحدا يقاتل رماضيا واحدا وغالبا ما يكون قائدهم منهم من أمسك بسيف ومنهم من أمسك بفاس ومنهم من أمسك بسلاح ناري وهذا معناه أنني أستطيع أن أتحدى أحدهم للقتال ويتم تحديد جائزة للفائز ولا يتدخل أي شخص سوى بشري أو رماضي وأبي كان استثناء لتلك القائدة لأن أبي جعلهم يخسرون كثيرا للغاية لذلك كان يجب أن يقتل لا أعرف لكن أمل الوحيد أنه إن قطلت سأكون شهيدا وإن ظللت حيا سأكون أكثر إنسان منتصد في العالم عندما أتى كان يمسك بسيف طويل وحاد نظر لي في استمتاع قائلا عسنا يجب أن تنتهي تلك القصة هنا والآن أنت ووالدك جعلتمونا نخسر الكثير جدا ثم رفع السيف وأنا أحدد قراري وعندما اقترب السيف من رقبتي قلت له في هدوء أنا أنا أتحداك في مبارزة وكما توقعت توقف السيف وأعاده إلى جانبه ثم قال ألف قط عقلك لا أحد يقدر على قطلي حتى أعتى وأقوى معارب العالم أنا هنا منذ عشرات السنين ولم يقدر أحد على خدشي حتى ثم تأتي الآن لتخبرني بأنك تريد أن تتعداني لم تصمد أمامي أكثر من العزات نعم لكني تحديتك ويجب عليك أن تقبل التحدي ثم فتح جزء كبير في هائت أمامي ليعرض علي أقوى وأكثر أنواع أسلحة خلقت في التاريخ فاخترت سيفا عريضا من لوحة الأسلحة الموجودة أمامي فنظر لي في اصدراء عسنا سأختار أنا المكان والذي سوف نتقاطل فيه فأمسكت السيف بكل قوتي فنظر لي في سخرية ثم ثم انتقلنا انتقلنا إلى آخر مكان أود أن أنتقل إليه إلى منزلي نظرت حولي ببؤس شديد لن ينتهي هذا الأمر أبدا المكان لم يتغير على الإطلاق حتى رؤياتي للأشياء لم تتغير نظرت له وهو ما زال يبتسم تلك الابتسامة الساخرة حسنا هنا هل سيكون هناك مكان أفضل من منزلك حتى أقتلك فيه صرخت فيه وهاجمته تلحمت السيوف بصوت عال دفعاني للخلف فرقت نحوه بكل قوتي حاولت أن أطعنه فتفاداني رقلني بقدمه فسقط فضحك بصوت جعلني أرتجف وقفت سريعا وهاجمته مجددا فتفاداني مجددا وجرحني في ظهري لهست في عنف سيطر الغضب على جوارحي فهاجمته كالمجنون هاجمته كالشخص الذي لم يعد لدي أي شيء ليخسره هاجمته من كل جهاته من يمينه فتفاداني بصعوبة فأطحت بسيفه فتمسك به بصعوبة بالغة حتى لا يسقط لم أنتظر حتى يستأيد قوته فهاجمته مجددا فتراجع للخلف ورفع يده أمام عينيه ثم تمتم بعدة كلمات فعادت الرؤية بالألوان لعيني مجددا طوحت بسيفي في كل مكان لعلني أصيبه لكن كل ما كان يعانق سيفي هو الهواء صرخت بصوت مبهوح من قصر الغضب لكنه لم يواجمني مر الكثير من الوقت بالنسبة لمعرقة ستحدد من سيفوز بالجائزة الكبرى سواء كانت تلك الجائزة يارى أن بقاء القائد الأقوى للرماضيين لقد ذهب الألم من عيني فتحتها ببطء فعادت رؤياتي على مشهد لعين لن أنساها طوال عمري إلياس إلياس كان يريد أن أحظى برؤياتي الطبيعية مجددا حتى أرى هذا المشهد بكل تفاصيله لقد ذه لقد كان أبي بطل شجاع لا يهمه أي شيء على الإطلاق شامخ عظيم يقف في وسط أعداد كبيرة من الرماضيين المتجمعين حوله على هيئة دائرة لقد كان يمسك بإحدى الأسلحة الحادة والتي كانوا يستخدمونها قديما في معارك نظر إليهم أبي وابتسم ثم نظر إلى إلياس وقال أبي لقد انتظرتكم كثيرا وصدقني لم أعرف أنني بتلك الأهمية لدرجة أن تأتي أنت بنفسك لتراني لينظر له إلياس في غضب ثم يعمر جنوده بالهجوم وهجمت الجنود هجمتني وهجمته أمسكت بسيفه وظلت أهاجمهم بكل قواتي والدموع تتساقط من عيني وأنا أرى أبي يقاتلهم كأنه كان زيوس في معركتي الأخيرة مع بلوتو أعدادهم بدت وكأنها لا نهائية كأن قاعدتهم كانت تحت منزلنا بالضبط لم أشعر بالياس بل كنت أشعر بالقوة والغضب لأنني كنت مقاتل مع أبي الغريب أن سيفي عندما يصطدم بأحدهم يتحول إلى رماد بسرعة شديدة كنت أبحث عن كلياس بعيني وأنا أقاتل فوجته يقترب من ظهر أبي وهو يقاتل الرماديين الموجودين أمامه عاولت أن أقترب منه بصعوبة شديدة حتى أنقذ أبي لم أشعر بإلياس الحقيقي وهو يقترب مني ببطء حتى يهاجمني كل هذا وعيني لم تتحرك من على أبي والذي أعرف أنني لن أستطيع أن أنقذه أخرج إلياس المزيف سيفا من قعبته ثم ضرب رجبة أبي من الخلف فسقط شعرت أنا بنفس الضربة في نفس المكان تقريبا وسقطت أنا أيضا التفت خلفي بصعوبة ونظرت له فرقلني لأسقط بجانب أبي والجالس على ركبة واحدة ثم ثم سقط السيف بجانبي حاولت أن أقف وأحارب فلم أقدر جلست أنا أيضا على ركبة واحدة نظرت لأبي والذي حاول الرماديون أن يكبلوا يديه فظننته أنه يتسم لي ليطمئنني فرفعت رأسي لأعلى لأجند إلياس الحقيقي يقف أمامي وإلياس المزيف يقف أمام أبي اتسم لي في سخرية وقال بنفس الطريقة وفي نفس المكان حتى يظل انتقامي معفورا للأبد على جدران هذا المنزل ثم خلع كفازيه وقرب يديه من رأسي ونفس اللحظة كانت تتكرر بعذافيرها بجانبي أمام أبي فاكتسمت له وقلت نعم أنت محق سيظل هذا المشهد معفورا للأبد على جدران هذا المنزل ثم أمسكت بالسيف بكل قواتي ورفعته من أسفل لأعلى بسرعة شديدة لأمز كفية إلياس تماما فصرخ صرخ ترددت عبر العالم بأكمله وتشققت جدران المنزل بسببها ثم سقط أرضا ويداه تنزفان داما أسود وهو يصرخ بصوت فظيع أنا لم أعطيه الفرصة كفزته لأطير رقبته من فوق جسده وبضربة واحدة لم يصرخ سقط أرضا ولم يصدر أي صوت شعرت بأن النهاية قد كتبت فألقيت بنفسي أنا وسيفي أرضا تنهدت وأغمضت عيني وحاولت أن أهدأ لكن شيئا ما خاطئ شيئا ما ليس على ما يرام هناك الصوت غريب غير مفهوم أسمعه يأتي من حولي أمسكت بسيفي وفتحت عيني لأجد لأجد الحول أمامي يتكون فيه له لم يكن له وصف محدد لقد كان الخوف مجسدا أحيانا أحيانا أراك ظل أسود يتلع كل شيء من حوله وأحيانا أراك غول عملاك لم يقدر عقل القضامة على تخيله وأحيانا أراك إحدى تلك التماثيل والتي رأيتها في كوكبهم إلياس إلياس لم يكن مجرد رماضي آخر سيقتل على يد شخص تقريدي مثلي لقد كان قائد كل مذبحة حدثت في تاريخ البشر لم يعرف من فعلها لقد كان هو الشر الخام والذي أخذ عهدا على نفسه بأن يكون سفير الشياطين في الأرض لقد جاء ليبقى جاء ليحطم أمال البشر ويتغذى على خوفهم ويعيش علياسهم عندما تحديته ظننت بأنني سأقدر على هزمه بالسيف وهو قابل التحدي لأنه يعلم أنني لن أكلفه سوى عدة دقائق سيستمتع فيها بقتاله على اعتقاد أنني لن أصمد أمامه شعرت بدقالتي وضعفي أمامه عندما استقر على شكل لقد كان أملاقا كان أطول من طول جسده الطبيعي أما عن حجمه فصار عريضا وفوق جسده الثعبان ليس له أعين يتحرك على الدوام وجهه مشوه أنيابه وأسنانه خارجه تماما عن فمه لا يملك أي اتشفاه عيناه تشعان بلون أحمر قانن وتتساقط عدة شعيرات من فوق رأسه يبدو يبدو كرماضي أصيل بشكل جعلني أشطاق لشكل إلياس القديم والأفضل أنه يملك أربعة أذرع اكشعر جسدي وأنا أنظر إليه حاول أن يرسم اتسامة ساخرة على وجهي فشعرته بأنني ميت لا محالة فرد ذراعيه فظهر سيفان عملاقان من العدم ليمسك بهم لم أنتظر هاجمته سريعا والعجيب أنه لم يتصد لتربطي والتي اتجهت مباشرة إلى مكان قلبه غاص السيف للداخل ونافذ من الناحية الأخرى زنجر في وحشية أمسك السيف بإحدى أذرعي فتحول إلى رماض ثم وضع أخرى فوق الجرح فتحرك الثوبان سريعا إلى مكان الجرح وغطاه تماما حتى التأم ثم زنجر مجددا ببطء وأعطاني سيفا جديدا ثم رقلاني للخلف فصمت وهاجمت تعنقى السيوفانا مجددا وفي تلك المرة لم أقدر على مجاراته كان يهاجم بذراع ويضرب بذراع ويمزق بذراع ويحاول أن يجعل الزراع الرابعة والتي تحيل كل شيء إلى رماض أن تصل إليه هاجمني بسيفه فصدته بصعوبة فهاجمني بمخالبه فسالت الدماء من كتفي صرخت وهاجمته فتفاداني بخفة ثم هاجمني بذراعه الثالثة بلاكمة قوية أطارتني للخلف لكنني وقفت سريعا متغلبا على ألمي بعد ذلك إعصار سريع وعاسم من الهجمات والتي لم أقدر على صدها في النهاية تلقيت قبضة أملاقة على وجهي فسقطت ولم أقدر على الوقوف حاولت أن أحسب خسائري سريعا سقطت العدسة اليمنى من نزلاتي والدماء تخرج من كتفي وجرحت في رأسي هذا بغض النظر عن ساقي المجروحة سابقا إنها إنها النهاية أعرف هذا جيدا كان الألم يمزقني وإلياس جعلني أتقبل مصيري في هدوء استندت على سيفي ثم وقفت بصعوبة وهذه المرة أعرف أنها الرقص الأخير نظرت إليه فوجدت هذا السعبان يتعرق بسرعة على جسد إلياس نظرت إليه ورهنت بآخر شيء أملكه على حل أخير بائس لا أعرف هل سيفيد أم لا ظهرت بعض القوة والشجاعة بداخلي هاجمت مجددا لكن لكن في تلك المرة كان الهدف أمام عيني تماما كان يهاجم وأصد يرقل فأتفاد يجرحني بمخالبه مجددا فأصرخ من الألم أجمع شتات نفسي وأتغلب على الألم ثم أهاجم فيتصدى بالسيف فأركله ولحسن حظي جاء ترقلاتي على ذيل السعبان وهو يمر فرأيت إلياس يتراجع بدأ على عينه بعض الألم فتشجعت أكثر فأكثر بدأت أجعل هجومي أجمل وأضق فزاد غضبه وجرحني أكثر لكن لم يعد لدي أي شيء لأخسره ثم جاءت فكرة جديدة في عقلي وهي يتخلص من يديه حتى أقدر على تنفيذ خطاتي الأصلية هاجمني بسيفه فضرت كف يده لينفصل ويسقط فيهاجمني بيده الأخرى فأتفاداها بصعوبة وأقطع كفه الثانية فيهاجمني بيده الثالثة فتصيبني فلا أستطيع أن أقطعها فاختركها سيفي وخلفت الضربة فجوة خالية أملاقة تتوسط الكف حاول أن يصيبني بيده الأخيرة والتي أنا أعرف أنها لو أصابتني سأتحول لرماد فأخرقت سيفي من يده أغمته في بطني وأخرقته سريعا فوضع يده الأخيرة بحركة تلقائية على مكان الجرح فتحرك الثوبات سريعا أحواه فاصطدم بالكف وتحول إلى رماد صرخ صرخ ترددت عبر العالم بأكمله تشققت جدران المنزل بسببها ثم سقط أرضا وأزراه الأربعة تنزف دم أسود وهو يقول بصوت فضيع لكن هذا العالم عالمي أنا لا يمكن أن أخسر فقلت له بهدوء من أجلك هذا هذا من أجلك يا أبي وأطرت رقبته من فوق جسدي بضربة واحدة للمرة الثانية ليتحول هذه المرة إلى رماد ثم ثم فقط الوعي للمرة الأخيرة عندما فتحت عيني وجدت نفسي في ورفتي تلك المرة حقيقة للغاية لأنني ما زلت وأشعر بتلك الجراح ولات في جسدي لكن بشكل ما تم تضميضها استحممته ونظرت إلى جسدي كاملا من خلال المرآة لاجد أنه لم يتبقى فيه أي قطعة سليمة ارتديت ملابس جديدة وخرقت من المنزل والذي تشققا قدرانه زللت أعرج على قضبي وأنا أنزل للناس إنهم للأسف سيعودون ليس الآن بالتأكيد لكنهم سيعودون لكنني لن أكون هنا لأتصدى لهم لقد انتهى دوري إلى هذا الحد أو على الأقل سأكون جاهزا باعتباري أعرف كيف يهاجمون وأثناء تجوالي وفي آخر مكان ما شايت فيه سويا أنا ويراه رأيتها صدفة كان السمراء قليلا يتطاير شعرها من أقل نسمة هواء جميلة كعادي بها وكأنها قد جاءت الدنيا للتو كانت تجلس في مكاننا المعتاد تحضر في الفراغ من دون أي تعبير على وجهها وكأنها تفكر في شيء ما شعرت بقلبي ينشد لحنا خاصا به قررت أن أقترب منها ثم ثم أعثرت الابتعاد ابتسمت وألقيت نظرة أخيرة ثم رحلت بعد ثلاثة أيام من الجلوس في الظلام واحد أستمتع بمجرد استلقائي على سريري سمعت دقات خائفة على باب منزلي ثم بعد دقيقة تقريبا دقات أخرى لكن لكن ذلك المرة كانت دقات واثقة فتحت الباب لأجد الفتاة والتي حربت قائد جيوش الرماضيين وتغلت عليه من أجلها يارى لقد طالت نظراتنا شيء ما جعلنا ننظر إلى بعضنا البعض نظرات مشتاقة جعلت قلبي يدق بشكل طبيعي وللمرة الأولى على الإطلاق تفحصتها بأكملها وكأنه سيأتي يوم وستنفذ من النظرات فاستغللت الموقف كل هذا أمام عينيها المليئتين بالدموع فابتسمت لها ومددت يدي إليها فا فقفزت لتعانقني ثم طالع ناقنا لأكثر من دقيقة دقيقة شعرت خلالها بأنني سعدت جبل إفريست وغزوت كوكب المريخ وأن العالم كله أصبح مجرد كرة صغيرة بين يدي دقيقة عرفت من خلالها أن كل خلية في جسدي تملك إرادة حرة مستقلة بها وأن كل جزء من جسدي يرفض أن يتركها أنفسها الحرة تلفع رقبتي دموعها تبلل كتف والغريب أن أحدنا لم ينطق بأي كلمة كل ما نريده كان إطفاء نيران الاشتياق لقد اشتغت إليها لدرجة كفيلة بإشعاء الجحيم كامل في صدري أخذت نفسا عميقا ثم مسحت دموعها ونظرت لي وابتسمت أخبرتني بأنها لم ترى أحدا في وسامتي أنا أنا الذي لم يرمني أحدهم بتهمة الجمال من قبل أخبرتني بأنها عرفت كل شيء وأنني أقوى رجال الدنيا وأنا الذي لم يعد في جسدي جزءا خاليا من الكدمات والجروح قلت لها لكنني لكنني يا يارا صرت منهارا نفسيا لم يعود بداخلي ما يصلح لإظهار حبي أحبك هل تحبين شخصا صار عقله ممتلئا بالكوابيس كما صار جسده ممتلئا بالجروح نعم وعلى استعداد تام أن أكمل ما تبقى من عمري بجانبك لكن على شرط أن تحكي لي كل ليلة كيف تغلبت عليهم جميعا وكيف صرت بطل الأسطور فابتسمت مجددا سمراء سمراء هي قليلا يتطاير شعرها من أقل نسمة هواء تخبرني بأنني ملكا المتوك هل تعلمون يا رفاق أنا بطريقة ما أشعر بالسعادة سعادة بسبب كل هذا الذي حدث لأنه ببساطة أوصلني إلى هذه النقطة هذا المشهد والذي يعتبر أكثر المشاهد فرحة في مكتب الذكريات كلها لقد صرت بطلا في نظرها وهي ببساطة صارت مليكتي وعبيبتي والفتاة التي استحقت أن أحارب رجال الرمال وأدفن حيا وأواجه خوف الخاص لقد كنت على وشك أن أمزق من قائد رماضي عاش لمدة ألف سنة ببساطة لقد صارت هلفي والذي يجعلني أود أن أبقى على الأقل من أجلها تمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة